احتجاجات واعتصامات بكافة مناطق انتاج التمور بولاية تي توزر وكبلي هو المشهد الذي ميز هذه الفترة أسابيع قليلة قبل بداية موسم جني التمور وذلك على خلفية عدم إقبال المصدرين لشراء إصابة هذا الموسم وقفتنا هذه لنعبره على غضب القطاع الفلاحي من قبل لوبيات الفساد التي اتغلغت في القطاع هذيا الوضع خايب وخايب برشا ونبهنا عليه من الموسم الفارس فلاحة مرمد كيلة العساء نتكلموا على سعار الموسم الفارس على دينار وعلى خمسة شميات معناها وحل بكله ولا حالة شمعية نتكلموا على مدونية تعستيق وصلنا 17 مليار قلنا بوادر خير عملنا جلسات من أول ماي قلنا الموسم الحالي باش الفلاح يعوض الموسم الفارس أحنا فما راعنا ما شفنا شي المصدرين حني صحيح نتعاملوا وحنا وياهم ونحبوهم ينجحوا معنا ولكن في نفس الوقت زادة مضرونيش متعبطوش علينا رانا حني زادة كيف كيف رانا مسؤولين فلاحوا توزر بصوت واحد لا يمكن أن نفرط في الصابة بدون تحديد ثمن مرجعي يرضي الفلاح والذي لا يقل على ثلاثة دنانير للكلوغرام الواحد على رؤوس النخيل أنا كفلاح والله ماذا بي أخواني توانسا يأخذوا بثلاثة ألاف فرنك ولا لفين وخمسمائة يأكل التونسي يا أخوي التونسي اليوم ولا يأكلوا بعشر ألاف يا أخوي التونسي اليوم يأكل باثناش نالف كيلو الدقلة رانا نطالبه بتحديد سعر وتسعيرها يوقع احترامها من طرف الكبار التجار ولا التجار الكل بصفة عام تسعيرها تكفي الحق الفلاح راه التسعيره راهي ما أقلش ما أقلش معانتها من خمس ألاف هذا حسب معانتها المتطلبات المصروفة من النخلة في معتمدية حزو المشهد ذاته واعتصام الفلاحية المنطقة لأكثر من أسبوع مطالبين السلطة المركزية لحل حلة إشكال قطاع التمور صابة هذا الموسم بولاية توزر تقدر بستين ألف طن بزيادة تقدر عشرين بالمئة مقارنة بسنة الفارطة لكن يبقى هذا المنتوج يهدد خطر طبيعي مناخي وتزايد مرض عن كبوت الغبار وركود تام وعدم إقبال المصدر على شراء الصابة ترجمة نانسي قنقر